عادة ما تكون ظهيرة فترة استرخاء لأصحاب المحال التجارية عملية سطو حصلت في هذا التوقيت استهدفت محلا لبيع الهواتف النقالة في بغداد الجديدة بداية القضية كنا قاعدين نتغدى كان بالمحال صحيح كنا نتغدى جميعنا والوليد خلصنا غدى نغسل بالمحل بصفنة تقريبا خمس دقائق فبقى ابني بالمحل دائما نخلينا بالمحل تقريبا من وحدة ونوص إلى الثنتين من الظهر من وحدة ونوص إلى الثنتين رح نتغدى طبيعي دائما نخلي بالمحل يعني تقريبا رح نغسل ما سمعنا إلا صياح كاعتقد أكيد يعني ماكوا واحد يطب بهيش حالة أو بهيش شغل يسويها إلا ما كان مراقب أو متابع أو أكل أشخاص متابعين هذا الشي لأن طفل واحدة بثواني عفناه تقريبا دقيقة واربعين ثانية يطبله ويسلبه ويشرس لح قدام طفل هاللحظة هاية ومع العلم إحنا محلاتنا وحن صف اللح حاول الطفل الهروب من المحل بعد محاولة تقييده من قبل العصابة الأخيرة تمكنت من الطفل واحتجزته كرهينة تحت تهديد السلاح حلقين باب مزدودة وهذا الولد الملتحي لازم يبني زين العابدين حاص شريط على حلقه وخانقه ومسدس برأسه هو سالة طلعنا هنا بالكاميرا سالة وهنا أبو قل له السيجي فاتح الفاتح للفرقل يريد اشترى هذا الجهاز هذا ببيش هذا ببيش هذا ببيش هذا ببيش واحد ثاني وياه مخلي الأجهزة بالعلاقة وهذا الثاني مخلى الأجهزة بالعلاقة فسمع الصياح صاحب الثاني انهزم يدخلوا طبيعي هنانا هذا مسرح الجريمة الطفل وقفوا هنا وهنا الرجل وهنا واحد ثانوية يحكي يقول لأ والدك وين شو وقت يجي والدك قادي يتأخر نصف ساعة كذا دي استدرجة بالحق كلام المهم الطفل يعني ألا لا هيتا أوكي فتح للفاترينا عبى الغراب أربع أو خمسة ما عرف يعني ما شفنا العدد بس هو شان الهواي ينكرين آيفونات خلاها بالعلاقة وشهر مسدس قدامه قل لس سد الباب البداية قل لس أنا شايل حامل سلاح التدخل كان فوري من والد الطفل وأقربائه احتجزوا أحد أفراد العصابة داخل المحل والآخر لاذ بالفرار الطفل حاول شاف لثغرة يطلع من الباب فضرب الباب وطلع رجع سحبه صيح نحن الباب ساديها ما سمعنا من الباب فضلي صيح الطفل صار سبع دفاع الباب فضلي صيح احنا سمعنا الصوت جينا جيتوا لقيتوا متلبس لقيتوا متلبس شريط بحل قلاسق وعلاليق بيده ومسدس بيده يوصلنا كتله أكو يا متهم ثاني أنه هو ما حدثه ما يلقى قبض عليه الدولة الحمد لله وشكرا قاعد تكثف جهودها بس إن شاء الله بعد أكثر يعني هو هذا خطر بس مو بس علينا المجنى عليهم طالبوا بتكثيف الجهود الأمنية والقضائية لإنزال أقصى العقوبات بحق أفراد العصابة ناشد بها دولة رئيس الوزراء الساد مصطفى الكاظمي وناشد بها مجلس قضاء الأعلى يعني يتخذون أقصى العقوبات بهذا المسجون وناشد بالقوات الأمنية تكثيف قواتهم وتركيزهم على هذا المهزوم إن هذا هو من صلب الموضوع من بغداد مصطفى لطيف قناة تجلى الفضائية